اشتركوا في القناة وطبعا محمود إبراهيم ومصطفى وطبعا محمد حسين في البداية يا محمد كلمني ازاي جات لك فكرة تأسيس الفريق احنا طبعا كالتراب التاريخ بدأنا اللي احنا ندبس التاريخ طبعا بجانب كليتنا بدأنا ندبس التاريخ وبدأنا نتعمق في التاريخ اكتر ونجيب كتب وبدأنا احنا نقرأ بعد كده كتر حبي في التاريخ بدأت اللي احنا نقشي حاجة اسمها تاريخ قصر وحاجة اسمها قصر فقرأنا طالد لها ننزل اماكن الاسرية لازم منزل على ارض الواقع يشوف الاماكن الاسرية دي بعد ما نزلت الاماكن الاسرية حاسيت فعلا ان انا مش مكان اثري لأ انا في بيتي فطبعا جات بعد كده جات فترة الكورونا فاحنا عادنا في البيت فحاسيت بيشتياع الاماكن الاسرية دي وحبيتها جدا فقرأت بعد كده اللي انا اعمل مبادرة احنا عادين بنتكلم طبعا انا وصحابي فأقوله يا جماعة هيا haste נעמil لينا كان عازين ن gamil для нас كان فأولا خلاص قالوا احنا كدة هنسم الاسمنا اللي بقى كان ومن هنا بدأنا علينا احنا نعمل كان وبدأنا إحنا ننزل زيارات نعمل اэвنتات وننشر الوعي الأسرة والسياحة الداخلية جميل هنتقل تاني لسأيد ليه اخترتوا السياحة الداخلية أولا السياحة الداخلية من الأهم من الحاجات اللي احنا لازم نهتم بيها لما السياحة الداخلية مش واضح أقوي في مصر فلازم إيه؟ لازم نهتم بيها فإحنا كطلبة بدأنا نشأنا في حب التاريخ والأثار ونتعمق في الأثار فلما بدأنا ننزل إيفنس ونتعرف ونعرف الأثر الجميل ونشوف جمال الأثر ونشوف حلوة المكان والتاريخ فبدأنا حاسين أن الناس اللي حوالينا ما تعرفش الجمال ده ما تعرفش الجمال ده فحبينا نوصلهم جمال وعظمة التاريخ لما مثلا أنا واحد كمرش السياحي بنزل المكان باجي بحاول أقدم كل اللي أنا أقدر من معلومات وثقافة وبص قدام الأثر كده وبينه وبين جماله وبين حلوته فأسسنا فريق كيان وبدأنا ننزل التوعية وجمال ونعرف الناس جمالي في المكان ده فلما بنزله ببدأ أشرح بقول إيه؟ أهلا بيكم في فريق كيان ما بقولش أهلا بيكم في مكان تاني أو مثلا بقول أهلا بيكم في بيتنا التاني لأن أنا شايف أن المكان ده بيتي المكان ده أنا بحبه فأعايز أقدم كل اللي أنا أقدم كل مجهودك كافية بالذات جميل محمود إبراهيم إزاي بتختاروا الناس اللي بتنضم لكو؟ ممانفيش والله إحنا كنا مشيين في كلية فأبيننا محمد حرب فأنا تعرفت عليه بدي كلكو في كلية ايه؟ على كلية اللازر جامعة اللازر التاريخ فأبينت الحربيدو بتكلم ونصحابه عن التاريخ وكده فأنا تعرفت عليه وعلى جلدت شافت أن أنا هو من نفس القرية وبعد كده نزينا كده إبنت فأنا كده تعرف علينا فبدأ يعمل فريق كيان فأحب يضمينا خريطة اللي هو عليه تعني كده وكلية نواده نفس القرية نفس القرية فاللي ضمينا خريطة نفس الفريق ومعض يعني محمود أصلا محمود كان دائما يعني هو في السنة وحتى كان بينزل أماكن الأسرية دي هو أصلا من صغره وبيحب ينزل أماكن الأسرية وبيحب يقرأ عن التاريخ كتير جدا فده السابق الوحيدة لما رقيت محمود مهتم جدا معايا حتى ما كنا بننزل في الأماكن الأسرية ونشرح فمحمود دائما كنت بالإيه جنبي اللي هو مهتم وبيبدأ اللي هو يروح يجيب كتب ويجيب مصادر ويبدأ يزود المعلمات اللي أنا قلتها أصلا فده اللي خلا محمود اللي أنا إيه لازم يكون معايا عضوا في كيان ومحمود بقى مؤسسيني الكيان دلوقتي يعني الفوتوغرافة بتاعنا الجميع ماشاء الله أنا أعرض للصور وأنتكلم معايا بعد محمد محمد تشايف الصداقة اللي بينكو هي السبب نجاح الكيان؟ مايك معاك؟ أنا تمام معاك طبعا الصداقة اللي بيننا عشان بيحب المجال ده وحبنا للتاريخ وأثار بلدنا مش شرط إلا أنا مثلا أكون مرشد سياحي لأ أو أنا ممكن أنزل أماكن وأعرف أشرح فيها مدام أنا أخذت معلومات ورجعت المصادر تاني ونزلت كذا إيفنت مع كذا فريق كده فبدأت اللي أنا اهتمي بالمجال ده وبدأت اللي أنا أخذ معلومات كتير وأزاد من معلوماتي وارجع برضو المصادر وأبدأ أتكلم وأبدأ أنزل أشرح طب إزاي هنا بقى قدرتوا تجمعوا المعلومات الكبيرة عن المكان الأسرية عشان تقدموها للناس؟ تمام أنا نزلت الأول مع كذا ابتدع جروب وكذا فريق تمام وفي الآخر برضو بنرجع لكلية بتاعتنا بناخد منها معلومات كتير وبتاع ده الدكاترة برضو كانوا بيقفوا جنب بنا وكده وبدأنا نعمل حق الفريق كيان ده عشان نبدأ نوصل للناس المعلومة بسهلة وبسيطة وبدأنا اللي إحنا ننزل نشرح وبقينا كان واحد الفكرة أصلاً اللي إحنا تجمعات معلوماتنا إحنا قطرة بالتاريخ طبعاً بندرس تاريخ بجانب كليتنا بدا أن إحنا نجيب كتب ونكرأ أكتر فده حابب في الكليه أكتر؟ أه ده حاببنا في الكليه أكتر بعدين إحنا الخامسة ممكن مصطفى ومحمد ومحمود وسيد وأنا دخلنا الكليه دي حباً فيها إحنا دخلنا التاريخ أصلاً شاياً بنحب التاريخ إحنا أصلاً من كارية سقارة لأعظمة التاريخ كلها طوام فهو ده اللي حاببنا في التاريخ فإحنا بدأنا نقرأ كتير بجانب الكليه ونجيب كتب وإلا إحنا ننزل مع مرشدين سياحيين لنعرف طريقة الشرح دي أصلاً إزاي بعد كده حاببنا اللي إحنا ناخد دورات تدريبية اللي رحالة دي أنتو بتطلعوها بقى هل بيكون في مرشد سياحي معك وإلا إنتو اللي بترشده؟ أولاً مش شرط يكون مرشد سياحي لإن إحنا مبادرة مبادرة الكليان لنشر وعي الأسري من كتر ما إحنا نزلنا الأماكن الأسرية دي وحابينا الأماكن الأسرية دي إنتو أحفظتها قررنا اللي إحنا مش شرط اللي إنت مثلا تكون جيست أجنبي أو إنت جيست ياباني أو إنت جيستي من بره كم؟ اللي إنت جيستي من بره تمام؟ فإيه؟ مصري عادي جداً لازم تكون مصري لازم تنزل عائلات أطفال لازم تنزل تشوف الأسر ده وتشوف جمال الأسر ده إنت كمصري لازم تحرك أسرها في ناس كتير ما تعرفش مثلا الأسر اللي هي الأهرامات مصري مش كلها في أسر إسلامية في أسر مصري هنجد صور نلتون مصورينها وأنتبه معكو الصور جاهز يا شباب أي صور إيه؟ كلمنا على كل الصورة كده كلمونا على كل الصورة الصورة دي؟ دي مش صورنا أصلا صوركو الصورة البعضية؟ الصورة دي كنت في مطحف جار أندريسون ده كان أول إفنتي لينا فالأول إفنتي لينا طبعاً كان وجهتنا مشاكل كتير اللي أنا مثلا كان دو كل المكان شرح المكان فالحمد لله إحنا من أول إفنتي لينا قررنا أن نبقى عدد كبير جداً إن شاء الله بدأت في أعدد كبير ينزل معنا في المتحف وكان فيك بلكتين الخصوص الأفصل لمتحف ده أولاد من الناس اللي بتنزلوا جميل الصورة دي في سلطان حاسم ورفاعي ده بقى ده بيتي التاني لأبطر مكان حبيبني في التاريخ أصلاً ده أه سلطان حاسم إيه اللي حد بك في بقى السلطان حاسم ممكن من الأماكن الإسلامية اللي أنت بتخشها أصلاً يعني بتحس براحة نفسية أنت ممكن تقعد في المكان بتحس براحة نفسية جداً سلطان خصوصاً اللي فيه شيخ أصلاً لك بيقرأ على الأوبة فبصوت جميل وبيعمل أهل شديد فهم ممتع جداً السورة دي السورة دي بقى بكوننا في سقارة بلدنا عظمت التاجة فبدأتوا تعملوا الإفنت كيف بدأتوا جميع الناس؟ بدأتنا نجمع الناس عن طريق البيتج بتاعنا اللي موجود طبعاً على البيتج كايان وبدأتنا إن إحنا ننزل قبل الإفنت قبل ما نعمل الإفنت مثلاً بيوم ولا حاجة ونعمل بلوجات وشكات جميلة زي كده تجذب الناس فبدأنا إن إحنا ننزل السور والشكات الجميلة دي وننزل على صفحتنا ونعرف صحابنا ونعرف أصدقائنا فبدأوا ينزلوا معانا والطلب عايزة تشوف الجمال والعظمة ويستنفعهم جميل الصورة دي بقى في أصل البرون آآ آآ آخر يبينتلي ده كان لا مش آخر يبينتلي الصورة دي كان في أصل البرون أول ما أعلننا عن الأصل البرون معروف جداً عن الناس اللي هي بتنزل الأصل البرون عشان تصور بس آآ آكيد فكررنا اللي احنا نحاول نغير لهم شوية الفكرة بتاعتهم نغير الفكرة شوية نبدأ ندوم القصص المشوكة في المكان فبدأ الحمد لله اللي في ناس كتير البوست بتاعنا وبطريقة تجهز البوست وبالصورة اللي احنا خدناها آآ آآ فبدأت الليه الناس تيجي معانا وفيق بول في لير جداً جي معانا في اليوم ده جميل آآ محمود بدأتوا كم عدد ووصلتوا كم عدد دلوقتي يعني أول إيفنت ديكو آآ وصلتوا كم آآ البيعي وصلتوا كم دلوقتي احنا دلوقتي احنا يعني في الأول خالص كان بتاعنا معانا يعني متواصف بنا تلت على خمسة وثلاثين وثلاثين في الحوال ده آآ بعد كأنه بدأ البيت جيكبر ودولتي عشان طبعاً كورونا بدأت الناس تتلاشت معانا الناس كتير يعني يعني العدد ده اللي اطلع معكم كان كم؟ احنا أول ايفنت ديكو عملناها طلع معانا خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين كان فيه طبعاً طلبة جاية تاخد معلومات طبعاً احنا بنشتغل عالطلبات كتير جداً جي معانا أطفال الأطفال بتحبي تاريخ أصلاً فنزلوا معانا وجي معانا عائلات فبدأنا الحمد لله أول نزل معانا خمسة وثلاثين وقت ممكن مثلا نوصل للخمسين مش قوي بس احنا بدأنا اللي ناس تنزل معانا تمام خلاص آآ السور دي السور دي فين؟ دي كنا في مسجد أحمد بن طلود ده كان أول برضو إيفينت لدينا كنا واخدين المسجد مع متحف جير أن دي سو أمين خلاص آآ سور آآ 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 محمد آآ آآ كم عدد الإيفينتات اللي تلات وعه؟ أنا أطلعنا حوالي بتاع ثمان إيفينتات آآ آآ وسبعة آآ آآ كلهم مثلا بنزل المايك معايك معايش أميك كنا بننزل نشرح برضو من ناس ونوصل لهم معلومة بطريقة بسيطة برضو تمام الطالبة اللي كان بتنزل معنا كان بتستفيد أكتر وأكتر ليه؟ آآ وحابب المجال حابب الأثر حابب تاريخ حابب الأماكن دي حابب اللي هو يروح أو يفهمها بتتكلم عن إيه وعظمة التاريخ بتاع بلدنا تمام مصطفى مصطفى اكترح علينا اللي احنا ننزل قبل ما ننزل المكان طبعا الصورة الصورة بتاعت اللي تنزل في البوست بتاعنا بتشد الناس اللي دي تيجي فمصطفى اكترح علينا اللي احنا نجيب فوتوغرافر ينزل نبعدينا يضرب على شرح المكان ونصار المكان دي الأحسن صورة كابروفا آآ اللي احنا ننزل الصورة الناس تنتقى تنجذب لها آآ مصطفى كان من تيم الشخصات الجميلة جدا ومؤسسين تيم كا من أساسين تيم بس هو ايه مش قادر الكلمة وتعبان شوية فأنا هزره طبعا ندلوه أكوان من العزر وحابي بيدي الفريقه الروحة في الكلام فده يشكر عليه جدا ومن شخصات الجميلة جدا مصطفى قتلنا ورهن آآ نلجأ ثاني اول افينت وانت قلت وصلت كنت 35 آآ آخر افينت ليكم وصلتو الكامل آخر افينت لينا وصلنا 47 واحد بالزبط 47 آآ ايه الخطواتكو الجاية؟ احنا عندنا مبادرتين هنبدأ نشغل علومة فترة الجاية ودول يعتبر اهم مبادرت لينا عندنا مبادرة اسمها اعرف أثرك في محيط مدرستك وعندنا مبادرة تانية اسمها قصة أثر جميل مبادرة اعرف أثر في محيط مدرستك فرضا مثلا فيه كلية جنبيها فيه جامعة مدينة ناصر أظهر جنبيها قص البرون وقصة الطلاب دول ما يعرفوش ايه قص البرون أصلا فقررنا ان احنا نعمل المبادرة دي اللي احنا نجيب الطلبة دول او مثلا احنا ننزل في الشارع نعرف الطلبة دول ايه القصر ده و ايه همية القصر ده و ايه قصة القصر ده ببدأ اجيب له مسلطان حسن ده بكصة كارتونية بطريقة سهلة جدا انه توصل الطفل على اقل الطفل يخرج بمعلومة او اتنين ويستفاد بيهم يبدأ اللي هو الطفل ناشئ بيحب القصر ده عارف قيمة القصر ده ممكن مثلا فيه طلبة بتنزل معانا مش شرط في الكليات او ده مش مجالهم بينزلوا معانا مثلا اللي هو كرحلة كرحلة هو اصلا ننزل معانا كرحلة اللي هو يفراج الاماكن الاسرية دي ممكن ممكن الطالب ده اصلا هو مش عارف مش عارف مالهوش هدف ممكن ينزل معانا ويشوف مثلا احنا بنعمل ده وبنعمل ده ممكن اللي هو بعد مالهوش هدف يبقى ليه هدف اللي هو عايز يخدش كله تاريخ بالزبط فاحنا بدا بنبدأ اللي احنا نقدم الخدمات طبعا احنا احنا اي مدرسة او اي منظمة او اي حاجة عاد سنزل معانا احنا ما عمداش اي مشكلة جميل سيد هل اي خطتكو اللي جاية في الايفنتيات يعني انتم متوقعين تزوروا اي تاني من الاسرار طبعا احنا الزور ده اماكن اسرية كتير اماكن اسلامية زي سلطان حسن الرفاعي وجامع عحمد بن طولون وجار اندرسون وغيرهم اماكن الاسرية فليست طبعا فيه اماكن جديدة احنا هنبدأ نرتب لزياراتها زي مثلا مجمع الاديان وغيره وغيره واماكن الاسرية طبعا فرعونية ونبدأ نشتغل على كل الحاجات الجاية دي فطبعا احنا كل همينا ان احنا نقدم المعلومات الكافية لاخوتنا واصدقائنا وطلبة اللي زينا في مجالنا واللي حابب طبعا ننزل معنا اي شراكمنا جميل اه اه محمود محمود ابرا محمود التين بتاعكم انا شايف لهو بحق اهدافه فينا على ارض الواقع اه ده جميل جدا انت شايف الواضر او كان بعد سنة من دلوقتها تكون ازاي اه حسن ان شاء الله يكون في مكان يعني مكانة حلوة الناس كده تنضم لينا وان يقدر ننزل اماكن كدرينا اللي ماهات نحن ماراتفهاش هنعرفهم على اماكن جديدة ونعرفكم على حياتهم اصلا ما نعرفهاش انشاء الله لكن انا الروح اماكن احنا اصلا ماراتفهاش احنا اصلا ما نعرفهاش وهننروح ان شاء الله وانشاء الله ده جبل المكان لقدمilot بازن الله بازن الله محمود اه محمد اكمل عدد الواقع يعني كم اعضاء المبادرة بتاعتكم ا einfach المبادرة World音 اه حاليا اه معنا. مؤسس التيم? اه مؤسس التيم. الخمسة طبعا اه قبل ما اتكلم. العضاء الخارجيين. العضاء الخارجين احنا معنا 12 عضو تيم. اه. بس طبعا الناس اللي حالة بشكر طبعا الناس اللي تابت معنا في الاول وهو اسامي ورادوة ووحمد ماجد واحمد عصام وعلياء وهذا الناس اللي تابت معنا جدا في كامو. يا حقاتك طبعا كتير جدا في كامو. طبعا بشكر السنس شريف يشام. اه ده سعدنا كتير جدا. ده ما بيدعنا. وده ما نوقف في دورينا وبيدعنا في كل حاجة. طبعا انا بشكر الناس دي كل عشان الناس دي تابت معنا وحقات وحقات نجاح كبير جدا اللي كان. طبعا نفضل نقول تزول الامم وابكة الاسر والقصص. اكيد مين اللي دعمكو في الفترة الحالية? دعمكو? في ايه بالضبط? كدعم مالي مادي اه معناوي? لا احنا بدأنا مع نفسنا. مع نفسكم ما حدش دعمكو. ولا حد يوصلكو. اه. لا احنا احنا بدأنا بنفسنا واحدة واحدة. طبعا في ناس دعمتنا باعتمادات. وفي ناس دعمتنا بالكلام حلو كتير جدا. وتصريح لدخول اماكن اثارية زي شريف. شريف الشان ده طبعا دعمنا كتير جدا. انا بشكره جدا. واستاذ حسام زيدان ودكتورة داليا اكباري. الناس دي بصراحة غالي عليها جدا. انا بشكرهم جدا جدا. وانا بشكركو جدا انت كنتم نوريني. وفعل موظرسكو من الافكار الجديدة جدا. واللي متوقع لها نجاح باهر. بشكرك طبعا يا محمد. بشكرك يا سيد. بشكرك يا محمود. بشكرك يا مصطفى اللي مكانش عايز يتكلم. وبشكرك يا محمد وحسام اللي تخطب نوريني. وده كان ختام حلقتنا. انتظرونا والاسبوع الجاي. وحلقة جديدة من البرنامجكم بين الكلمات.